كل سنة وكل رجال وأبطال الشرطة بخير بمناسبة عيد الشرطة السبعين سبعين عام ولسه البطولات والتضحيات مستمرة سبعين عام وبنحضر كل يوم يعني شهيد بنشوف شهيد بنشوف شهداء بنشوف تضحيات من الدخلية المصرية 1952 كان عام حزين علينا لأنه شهدت الشرطة المصرية سقوط أكثر من 56 شرطي مصري وأكثر من 80 جريح في الحقيقة من هنا ابتدى العيد وما كانوا بيدفعوا عن محافظة أو مبنى محافظة الإسماعيلية سقط العديد من الرجال الشرطة دفاعا عن المحافظة وفي الحقيقة لغاية النهاردة احنا بنشوف بطولات كبيرة جدا من رجال الشرطة سبع سنين عدت وفاتت وشفنا فيها كمان يعني العديد من البطولات من رجالنا النهاردة أو مبارح في الحقيقة سيد رئيس عبدالفتح السيسي احتفل بعيد الشرطة شفنا أسر الشهداء فالحقيقة النهاردة احنا موجودين عشان نوجه لهم تحية كبيرة جدا لأسر الشهداء لما قدموه من تضحيات تضحيات من أسرهم في الحقيقة يعني في الحقيقة يا أحمد احنا مهما قلنا مش هنقدر ان احنا نوصل تحياتنا لرجال الشرطة المصرية اللي النهاردة بيقدموا العديد من حتى غير التضحيات كمان هم النهاردة بيقدموا خدمات عديدة للمواطن المصري